خروقات الميليشيا الانقلابية الإرهابية في مدينة ومحافظة الحديدة لم تكت تتوقف منذ إعلان الهدنة بل توسعت بشكل كبير وتزايدت خلالها أعداد الضحايا المدنيين فخلال يومين سقط أكثر من 16 مدنيا بين قتيل وجريح آخرهم مقتل ثلاث نساء وطفلين في قصف للميليشيا الانقلابية على حي الربصة ومقتل مدني آخر برصاص قناص حوثي أثناء تواجده في شارع المطار شرق مدينة الحديدة خروقات الانقلابيين لم تنحصر ضد الأهداف المدنية فحاصب بل تعدت لتصل إلى رئيس اللجنة المشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار الجنرال ميكل لولوثغارد والذي قيد الانقلابيون الحوثيون تحركاته ومنعوه من الوصول إلى شرق المدينة للقاء وفد الحكومة الشرعية إضافة إلى منع عمال مطاحن البحر الأحمر من الوصول إلى مقر عملهم الميليشيات الانقلابية حاولت التوسع بشكل كبير واستفادت من الهدنة بشكل أكثر حيث استمرت في انتهاكاتها واستمرت في خروقاتها لهذه الهدنة ليس هذا فحسب لأنها استطاعت أن تعرقل حركة رئيس المراقبين الدوليين الموجود في الحديدة حاليا ومنعت عمال موانئ البحر الأحمر والمطاحن من الدخول ومزاولت أعمالهم الحكومة اليمنية طالبت الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات فعلية بدلا عن البيانات الكلامية ضد انتهاكات وخروقات الميليشية الانقلابية التابعة لإيران والتي تستمر في تماديها وتحديها السافري للإرادة الشعبية والمجتمع الدولي هدنة أممية لم يلتزم بها الانقلابيون الحوثيون وضحاياها بالمئات من المدنيين ودعوات حكومية للأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات فعلية بعيدا عن البيانات الكلامية لوقف الخروقات تلك محمد الحذيفي الإخبارية تعز